السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بشرة شانال إن لله وإمن إليه راجعون كيف ماشي وفاة رايان رايان لدخل قلوب جميع المغاربة والعالم كامل وكان عدنا أمل كبير أنه غد يخرج حي من هذا كلبير وكنا غد نفرحه لكن قدر الله ما شاء فعل الأكيد هو طير من طيور الجنة فاتع زين الحارل الوليدين دياله الله يرزقهم الصبر والسلوان رغم شوناهم أنهم كانوا قويين ولكن أصعب حاجة هي أنك ما كتخرج شدك شي لعندك الداخل فالله يكون معهم والله يصبرهم في التفات إنساني اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يعلن عن إهداء عائلة رايان منزل مجهز بالكامل فخليكم معي أخوتي بشوفوا شنو نزل للحساب دياله عبر مواقع التواصل الجماعي والله يجعل ليه في ميزان حسنا كيف ما فرحت العائلة فالله يجعل ليه قصر في الجنة إن شاء الله يا رب فاللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله نزل ببوست لي في الصورة ديالولدين رايان ورفقها بتعليق يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل عرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع ننتظر خروج روح ابننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء إلى الجنة الفردوس الأعلى حمدنا الله وشكرنا على كل شيء أخذ رايان هو أحن به منا وأولى به منا وبهذا المصاب أتقدم بأحرط تعازي لعائلة رايان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان وقد قررت وبإسمي وإسم عائلتي وإسم كل مغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرح على عائلة رايان والديه وإخوته أن أهديهم منزلا مجهزا بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل مسلمين هذه مساعدة من أخ إلى إخوته والله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه الدعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من الممثلين ومغنيين ورياضيين ومسؤولين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله فالله يجعل لي في ميزان حسنات كانت أدر خوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة